اشتركوا في القناة بعض الرؤى التي لم نذكرها قديما لابد ان نقف معها حتى يكتمل الموضوع اليوم هنتكلم عن النجاة يعني الموضوع مش مش موضوع بقى رؤية السقوط من مكان مرتفع لان هلاقي في التعليقات انا شفت ان انا بسقط ووقعت على الارض انا شفت ان انا بسقط وقبل ماسقط على الارض استيقظت كل الكلام ده ترجعه للفيديوهات السابقة عشان التعليقات دي ما تنفحش تكون تحت الموضوع ده لان انا هتكلم عن رؤية النجاة من السقوط اول حاجة لازم نتكلم عنها كون ان انا اشوف نفسي بسقط من مكان مرتفع او من على جبل عالي هذه الرؤية تدل على ايه على انني شخص اريد الوصول الى امر ما ولكن لن استطيع الوصول اليه في امر انا اريد ان انجزه اريد ان انتهي منه في هدف عايزة وصله رؤية السقوط بتقول لي اننا لن استطيع الوصول الى الهدف وقال بعض المفسرين ان هذه الرؤية تدل على انك على اعتهب حياة جديدة معنى مختلف تماما لكن الاختلاف ده كما ذكرت مليون مرة الاختلاف ده مطلوب اكثر من معنى مطلوب لان ما يتماشى مع شخص لا يتماشى مع شخص اخر فالمعنى الاولاني يعتبر مكروه والمعنى الثاني يعتبر محمود الاول لن تصل الى هدفك الثاني لا ادنت هتبدأ حياة جديدة رؤية السقوط في المسجد هذه الرؤية تدل على التخلص من الذنوب فحينما ارى نفسي انني سقطت في مسجد والسقوط في المسجد مش بس بقى كده لا النجاة كمان من السقوط حسيت بالفرح لانها تفرق تفرق ان انا سعيد بالسقوط او حسيت ان انا مش خايف كل الكلام ده لازم يكون في عين اعتبار المفسر فهذه الرؤية تدل على التخلص من الذنوب رؤية السقوط مع عدم الخوف هذه الرؤية تدل على التغييرات الايجابية رؤية السقوط لكنه تفاد السقوط يعني يبدو انه كان واقف على مكان عالي وكان هيسقط فتمسك بشيء ما معنى هذه الرؤية هذه الرؤية تدل على ان هناك عقبات في تحقيق الاهدف رؤية النجاح من السقوط تدل على انك شخصية قوية حكيمة رزينة عندك قدرة على اتخاذ القرارات النجاح من السقوط احيانا تدل النجاح من السقوط على تصحيح بعض الاخطاء التي قد وقعت فيها لما شوف ان انا بنجو من السقوط هذه الرؤية تدل على اننا شخص يعني في بعض الاخطاء انا لازم وينبغي ان اتعلم منها حتى لا اقع فيها مرة اخرى رؤية النجاح من السقوط بالنسبة لمرأة الحامل ودي اخر رؤية تدل على ان الله سبحانه وتعالى سوف يسر لها امرها في قضية الولادة دي كانت بعض الرؤية الخاصة بالنجاح من السقوط في المنام تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته